خليني أبدأ من عندك كابتن في دورية الطلاسية تحديداً الفريق النصراوي بثوبة الجديدة مع كنيدة إيش ممكن يسوي كنيدة بكرة مع النصر أو خليني أقول اليوم مع النصر تحديداً في البطولة الأسيوية والله شوف أنا أشوف عودة النصر لعودة كنيدة ما رح تقدم شيء على المستوى الفني وإذا كنا اعترفنا النصر كأسماء موجودة وافتقد للعامل النفسي كنت أتمنى أن يستمل استعانة بحد المدربين الوطنيين في الموسم هذا لأن أصلاً عودة كنيدة استلم الفريق من كارينيو وكان مستلم فريق بطل وشوفنا كيف في الجولات السبع الأولى الموسم الماضي أدى إلى هبوط في المستوى الفني وتم الاستقناء عنه الآن العودة إلى كنيدة أنا أعتقد أنه على المتسمة لا يوجد أي تقديم جديد أضف إلى ذلك أن النصر فريق تقليدي لا يوجد أنصر مفاجأة ولا يوجد تغيير في أسلوب اللعب عنده يعني يغير في الأسماء في الطريقة لكن ما في شي عنده يبين أنه قاعد يرجع بعد يعني ممكن يلعب على الأسيوية وعلى كاس الملك اللي هو الموسم هذا فما في شيء لعب تقليدي تحضير بطيء اللعب في العرض كثير أسلوب واحد ما عندهم غير غيرة يعني المفروض يكون في تنوع إذا نوعت أنت في اللاعبين أو في الطريقة أو في الأسلوب يكون يختلف معاك يعني تعمل قفزة نوعية يعني لما جابه تركه الآن في قفزة على مستوى الفني على مستوى الأداء الفردي على التنظيم أنا ما أبغى أقول لك أني بظلم عودة الكنيدة فقط أنه بيرجع للنصر على حسابه لا لكن على الاعتبار أنه سابق له معرفة بلعبين النصر بالفرق السعودية على الأقل يضع لنا بصمة واضحة يا في شكل دفاعي يا في شكل هجومي أو يعمل توازن العموم نحن منيات أن النصر يقاتل في المسابقة هذه لكن علي أن نتذكر عشان لا نحمل كثير أنه هو بطل في الموسم الماضي خرج مبكرا والسنة هذه هو متعثر ثنيا ونفسيا ونشوف الطريق الصعب أمامه طيب أبو محمد النصر بكرة لو ما فاز في المباراة لا سمح الله يعني لو ما تطلع بثلاث نقاط يصير وضعه شوي صعب في المجموعة يتصعب لكنه لا يصير مستحيل بس أنت بتدخل في حسابات تدخل في حسابات طبيعي النصر ضيع الفوز على أرضه مباراة الذهاب والأياب أنت تخسر على أرضك أو تخسر نقاط على أرضك تعادل أو خسارة أنت طبعا دخلت في حسابات طبيعي النصر قادر على العودة كل أدوات العودة موجودة عنده فيه سر في النصر السر هذا نفسي اللاعبين فقدوا الدافع النفسي فقدوا الحافظ النفسي وأنا أعتقد أن السر الأول والأخير يكمل أنه مادي أنا اللاعب لما ألعب بروح قتالية يعرف أنه بعد ما أخلص هذه البطولة أو هذه المباراة أنه المقابل المادي حيكون حاضر بالنسبة لي أنا من حقق بطولة دوري وما أحصل مقابل عليها لما أنجم وما أحصل وما أخذ حقوقي كدفعات ومبالغ من النادي طبيعي أنه نفسيا حتزم عليك إذا كنت تقدم فيه موسم 100% للموسم الآخر إذا 80% من الوعود ما تنفذت ستقدم 60% من مستواك يمكن شفنا أنه إبراهيم غالب كان نجم كبير النصر خلال الموسمين لحقق فيها البطولة بعد ما عمل العملية دخل فيه كضيب على نادي النصر ومستحقاته 15 مليون وتم ترضية اللاعب إسكاته أيضا حسن الراهب أيضا لاعبين آخرين دخلوا فيه مشاكل مادية مع إدارة نادي النصر أنا أقول له أنه غياب الدعمين عن إدارة نادي النصر وعدم حقوق اللاعبين لمستحقاتهم التي وعدوا بها في بطولات سابقة هي سبب في تراجع أداهم خلال هذا الموسم لكن تقول لي عن قدراتهم ونفس اللاعبين لجاب البطولات جابوها بدون أجانب بس أحيان أن يكون فيه انخفاض في مستوى اللاعبين يعني يكون عندك لاعب مقدم مستوى كويس في موسم موسم الجاي ويخذلك هو اللاعب مستوى ما عده موجود هذا طبيعة اللاعب السعودي ككل يمكن لكبتن حمد يعرف الشيء اللاعب السعودي أمره ما كان رتمه واحد يعني ما يشير حصل فيه مباراة رتمه آلي ومباراة أخرى وهذا ينعكس على نفس الفنية نعم لكن لنتكلم عن النصر النصر غير مدربين ديسلفة أو كنفارو الآن رجع المدرب السابق كنيدة هي المشكلة مين مشكلة مدربين أنا أعتقد مشكلة النصر نفسية داخل أرض ملعب وعدم وفاة ببعود لعض اللاعبين بمبالغ اللي وعدوا فيها أو مستحقات من رئيسية